معي هنا في السوديو سعادة شيخة جواهر بن خليفة بن عبدالله الخليفة عضو مجلس أمناء نادي الشباب العالمي للأعمال مساء الخير مساء النور أهلا بك معنا السعادة طبعا دائما مربوطة بالإمارات ولازالت تتصدر قائمة دول عربية وحتى عالميا العشرين دعينا نبدأ بهذا الموضوع وشو يعني لك؟ بداية كل عام أنت بخير بمناصبة يوم السعادة وإحنا في أو من دولة السعادة إحنا في فعلا دولة سباقة في أنها تسعد شعبها والمقيمين على أرضها فمثل طبعا أننا إحنا عندنا أو أول دولة موجودة عندها وزارة تخص السعادة فإحنا توقع سباقين بهذا الموضوع طبعا سباقين طيب الموضوع دايش مهم بالنسبة لك بدولة الإمارات العربية المتحدة فيه إجماع كبير يعني عادة دايما حتى نحن كأعداته كأصحاب فيه دايما جدل بكتير أمور بس هيدا الموضوع الوحيد اللي ما فيه جدل أبدا الوضع بالإمارات الأمن السلام السعادة اهتمام القادي مثل ما ذكرتك عن جد نقطة مهمة حقيقة مش مجاملة الاهتمام حتى بالمقيمين والوافدين مش بس على المواطنين هذه لأنه دولة الإمارات هي أكثر دولة فيها تسامح بين الناس بين الشعوب وهذه شيء انغرس فينا من مقيمين اللي أقاموا عليها من سنين حتى الناس اللي اتجي جديدة تلاحظ هذا الشيء ما تحس بغربة وما تحس انها صعب تتأقلم بالعكس يتأقلمون بسرعة لأنه أصلا هذي من قيم زايدة الله يرحمه غرسها في عياله وعياله غرسوها فينا احنا فبالتالي هي التسامح أساسها صحيح وهيدا كمان بينعكس مثل ما حكيتي أنا عم نحكي عن قادي وعم نحكي عن شعب اللي نحنا نتعامل معه يعني الطيبة والنفسيات الحلوية عن جد من قيم زايد صحيح بالنسبة للعالم حتى يعني حتى عالميا عم نحكي عن دولة مش عمره كبير مقارنة بدولتاني طبعا غير الإنجازات اللي حققتها على كل الصعود هل المعنوي مثل ما قلت عم نحكي عن وزارة سعادة يعني هذه سباقة لم يسبق أي دولة لم تسبق الإمارات بهذا عالميا تحتل المرتبة عشرين ما بعرف أديش النسبة حتى دقيقة مفروض تكون أكتر لأنه بعد بريطانيا بتجي مع أنه بريطانيا فيها أعداد مصيحة فيما يتعلق بالانتحار ما بعرف كيف بس حتى عالميا بتحظى بهذه المرتبة أديش بيعني لك هذا الموضوع كيف بتحسي لازم عن جدة مثلي هذا الموضوع حتى بره أتوقع هذا الموضوع يرجع للقيادة القيادة اللي تقودنا إحنا وتقود أيضا دول الخليج إحنا كلنا مترابطين فبالتالي حتى لما نشوف دول مجاورة أو اللي جنبنا نحاول إحنا نقلد والتقليد ليس غلط لأن الشيء اللي لما ينجح الواحد يبغي يقلده ويسوي مثله إذا كان إيجابيا بالضبع بنادي شباب العالمي على شو بتركزوا بكتير نقاط يعني دور المرأة مثلا في القيادة في العمل المرأة الشابة خلينا نحكي شوي عن عمل نادي عمل النادي ركز على الشباب إحنا تركيزنا أو شغلنا الشاغل هو الشباب في تمكين الشباب في خلق فرص جديدة للشباب قلت تقريبا من فترة بسيطة في مقالة أن زمن الوظيفة انتهى فإحنا وظيفتنا أن نخلق فرص جديدة أن نساعد الشباب على أنهم يلقون البديل للوظائف لأن الوظائف ليست دائمة مثل شو البديل البديل هو ريادة الأعمال ريادة الأعمال خصيصا لأن إحنا مقبلين على عصر رقمي عصر كلها يقودها التكنولوجيا فبالتالي في كثير من الوظائف بعد وقت من الآن رح تختفي رح تنتهي لأنه اللي بيحل مكانها التكنولوجيا صحيح حتى المزيعة طلعنا خبرنا فترة للأسف والدكاترة وكثير يعني فبالتالي لازم يكون في بديل أنت كيف بتعيش كيف بتكمل حياتك فهذا هو شغلنا الشاغل طبعا الشباب من الجنسين سواء الإناط أو الذكور ولا يحكمنا ولا تحكمنا شروط يعني صحيح الأمم المتحدة قالت بأنه السعادة ليست طرفا بل مطمح متجذر بنفوس البشر أنت كشخص أدي لازم حتى نحن نكون مستعدين لها السعادة أديش أنت سعيد الحمد لله رب العالمين أديش جدا جدا سعيدة لأن أعتقد أن أنا جتني الفرصة أني أنا أقدم شيء يبين فيه وفائي وولائي للبلدان اللي كبرتني وربتني وقلمتني ونحول نرجع لو شيء بسيط يعني من حقهم سواء دولة الإمارات لأعمالي فيها أو دولتي الحبيبة يعني مملكات البحرين صحيح وحتى دورك بإسعاد الناس عداش مهم ونرجع هنا نركز شوي على يعني بموضوع النادي وأعمال والاهتمام بالشباب أي شيء ممكن تحب تركزي فيما تعلق بالنشاطات هنا خلق الفرص أننا نحن نحاول نحن نعطي الشباب فرص فرصة أنا جتني فرصة الحمد لله رب العالمين فانضميت للنادي وصار في مكان أن أنا أقدر أساعد الشباب اللي في عمري أنا عمري 22 سنة وأتوقع فيه كثير من الشباب أكبر مني أصغر مني عندهم كثير من العطاء عندهم كثير من الإبداع بس ما فيه الفرصة الصحيحة اللي توصلهم أنهم يفرغون هذه الطاقة في الطريقة الصحيحة أو في شيء يفيده ويفيد المجتمع بحيث أننا نوصل للطريقة الصحيح كيف بتم التواصل معكم وكيف بتم الموضوع لقاء أحد من المشرفين تقديم فكرته أول شيء لنا ممثلين فيه كثير من الناس طبعاً لعن تشوفنا مهتم صحيح فيه أول شيء طبعاً لنا موقع فيه لنا ويب سايت على الإنترنت وفيه غير طبعاً التواصل الاجتماعي هو نادي الشباب العالمي اللي هو ويباك 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 موجود دوت كوم وهو فيه أرقام التواصل وموجود على موافع التواصل الاجتماعي نادي الشباب العالمي للأعمال بحيث بس لما يكتبون في جوجل أو في انستغرام يطلع لهم هذه طرق التواصل ومن البلدان طبعاً أنا موجودة ما بين البحرين والإمارات وعندنا ممثلين في السعودية في الكويت في عمان في مصر في ليبيا في أكثر من دولة حتى في الصين وبريطانيا طبعاً فهذه الطريقة ومهتوح لكل الجنسيات وكل الأعمار شكراً كتير لوجودك معنا شكراً لك وإن شاء الله تظلك مبسوطة دايماً أهلا وسهلا فيك من جديد سعد شيخة جواهر بنت خليفة بن عبدالله الخليفة عضو مجلس ومناء نادي شباب العالمي للأعمال أهلا وسهلا شكراً